السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الاخبار الفلكية عن انتقال الشمس للميزان طبعا راح تنتقل الشمس لبرج العذراء من برج العذراء لبرج الميزان في تمام ساعة 6.49 دقيقة صباحا من صباح يوم السبت 23.09 ورح تظل الشمس موجودة في برج الميزان لغاية الساعة 24 دقيقة من عصر يوم الاثنين 23.10 يعني من 23.09 ل23.10 الشمس بتكون موجودة في الميزان ولكن برضو في خبر انه الشمس في الميزان راح تشكل كسوف خلال هذا الشهر هذا الكسوف كسوف حلقي يعني شبه مكتمل راح يكون يوم 14.10 طبعا راح نحكي عن بعض النصائح لا الو طبعا الشمس معروفة لدى المهتمين في علوم الفلك انه الشمس هي اللي بتعطينا في حال كانت سعيدة الطموح والصراحة والتفاؤل والجراءة والكرم والديناماكية والقيادة والاستقلالية ولكن في فترة انتحاستها بتكون يعني بتعطينا الغرور والانانية والديكتاتورية ومن المعروف انه دخول الشمس لا اي برج معناته هاي تعلن بداية هذا البرج او بداية عيد ميلادهم وهي الفترة اللي بتعوض الضغط النفسي اللي كان عليهم خلال الفترة الماضية طبعا هي من المفروض انها بتكون شهر يعني هي فترة وجود الشمس في العذراء من المفروض تكون هي الفترة الضغطة ولكن بسبب التراجعات لعطارد والزهرة والمريخ اللي كان موجود بالعذرة وانتقل للميزان والخربطة اللي صارت ما بين الزوايا الكبير في الفترة الماضية فما وليد برج الميزان تقريبا لهم ثلاث شهور على اقل تحديد يعني غير مع انه برضو لما كان في شهر سبع موجود واخر ستة لما كان موجود الشمس بالسرطان برضو تأثروا بشكل سلبي الان عملية انتقال الشمس ودخولها على برج الميزان يعني بداية مرحلة جديدة مليئة بكثير من الامور الايجابية وهاي طبعا ما رح تكون بس تركيزها للميزان بالعكس يعني فيه ابراج اخرى رح تحصل على فرصتها في هذا الشهر يعني مثلا عنا الابراج الهوائية وعنا الابراج النارية رح تعطينا بمأنها داخلة على برج هوائي الطاقة طاقة فكرية كبيرة طاقة في الحركة والنشاط رح يكون نشاط غير اعتيادي بتمنى برغبة كبيرة للتواصل والاتصال مع الآخرين تجعلنا نبحث عن مشاريعنا الخاصة اللي ممكن انحققها او انحقق فيها ذاتنا برضو بتنمي فينا شعور قوي بالرغبة في العلاقات الاجتماعية والمشاركة والشراكات المالية والعاطفية وبرضو إلها علاقة بالقوانين وإلها علاقة بالمحاكم بتعمل على نهاية بعض القضايا لبعض الأشخاص اللي كانوا ينتظروا حكم في هذا الموضوع وخصوصا إذا كانوا من الابراج الهوائية أو النارية فالأغلب إذا كانت مكتملة القضية بتكون لصالحهم وبرضو بالفترة هاي مننبذة الروتين ومنحاول نبعد كل شيء بيتعلق بالروتين عن حياتنا لأننا نبدأ مرحلة جديدة خلال الفترة المذكورة اللي ذكرناها اللي هي ما بين 23-9-23-10 بيدخلوا موليد الأبراج الهوائية فترة أفضل من الفترة الماضية اللي هي ما صحيا اللي هم حكينا الميزان والجوزاء والدلو اللي هم الأبراج الهوائية وبرضو الأبراج النارية اللي هي الأسد والقوس والحمل يعني برضو بيستفيدوا بشكل كبير رغم أن الحمل هو يعتبر أقل المستفيدين لأنه رح يكون الشمس وجودها في الميزان مقابله تماما تعطيه فرص ممتازة خليك حد ما تسمع برجك بيكون أفضل بلاش أشتتك أما أكثر المضطرين أو المتضررين من وجود الشمس في الميزان هم موليد برج العقرب وبعدين موليد برج الثور وبعدين موليد برج الحمل يعني الأقوى هم العقرب يليهم الثور أقل ضغط ولكن الحمل أقلهم بكثير من العقرب مثلا أو الثور فعشان هيك بدهم ينتبهوا لغذاءهم وراحتهم بالنسبة لأهم الزوايا اللي رح تتشكل طبعا الزوايا هاي هي اللي بتحدد لنا سعادة ونحوسة الكوكب وأهم الأحداث اللي رح تمر عليه في خلال الفترة القادمة طبعا أول حدث رح يكون هو يوم 14 له كسوف الشمس الحلقي اللي رح يكون في برج الميزان هذا يعني يعتبر من الأشياء اللي دسمي شوي خلال هذا الشهر اللي هي الفترة اللي بيصير فيها تقلبات حتى في المناخ يعني رح تشعروا أنه قبل بثلاث أيام بتبلش الأجواء تختلف وبعد بثلاث أيام اللي هي فترة التأثير طبعا الكسوف ما رح يكون على منطقة الشرق الأوسط أو على المناطق العربية هو رح يكون يعني أهم تركيزه أو البؤرة الأساسية لأله هي رح تكون في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه هذا الكسوف رح يغطي 12 ولاية أمريكية والمكسيك أمريكا الوسطى وجنوب أمريكا فكسوف الشمس وكسوف القمر وعدول الأمرين أمرين سلبيات ما أجوا من فراغ صحيح أنه هم لضبط الأشهر العربية واللي بيعملوا توازن خلال السنة يعني اللي هم فوائد كبيرة طبعا شرحتهم في الحلقة السابقة عن الكسوف والكسوب لأنه زي ما بتعرفوا ما بس يكلمها بسيطة عن هذا الموضوع زي ما بتعرفوا أنه إحنا منحسب الأشهر على رؤية الهلال فبعد مرات يا من زيد يوم يا من ناقص يوم فهذا شيء بيعمل خربطة في الرزنامة عملية الكسوف هي إعلان الوقت المناسب لهذا الأمر لأنها بترجعنا لضبط الرزنامة لأنه لما بصير معناته يعني يا بداية الشهر يا منتصف الشهر فعشان هيك بنرجع بنضبط الرزنامة بشكل جيد ومنطلع من الخطأ اللي أخطأناه في رؤيته طبعا علم الفلك لحد الآن ما بيتأخذ فيه لأنه النص الشرعي هو اللي بيخالف عملية الاجتهاد العلمي لأنه لك لرؤيته يعني لرؤيته ما بغض بالحسابات اللي إحنا منحكيها ولكن حديثا بلشوا أنه يسألوا مثلا أمتى بنولد الهلال منقولهم الساعة كذا يمكن رؤيته الساعة كذا في الزاوية كذا في المكان الفلاني ولكن برضو ما بتم بداية الشهر إلا إذا طلعت الشيوخ أو اللجنة وشافوه بالعين بقول لك آه خلاص شوفناه معناته صحيح هو بداية الشهر مش غرضنا هذا الموضوع الآن طبعا في فترة الكسوف منشعر بضغط بنال من قوة شخصيتنا منفقد السيطرة على عواطفنا وعادة عند حدوث الكسوف يعني يفضل الامتناع عن اتخاذ قرار هام والابتعاد عن أي التزام والامتناع عن شراء حاجيات ثمينة هيك بنصبح أكثر عرضة للمرض علينا تجنب إجراء عمليات جراحية والحذر أكثر من الأدوات الحدي والكحوليات طبعا التأثير هاي التأثيرات السلبية بدكوا تحاولوا أنكوا تتجنبوها قبل بثلاث أيام وبعد بثلاث أيام الذروة هي طبعا يوم الكسوف اللي هو أربعة عشر ولكن من يوم 11 عشرة تبدأوا بالحذر من هاي الأمور اللي أنا ذكرتها وبتستمر التأثيرات طبعا ثلاث أيام بعديها يعني لا يوم 17 عشرة اللي بقولك أنه باستمر ست شهور تأثيره والخطر ست شهور والمش عارف إيش هذا يعني بالصور ماي بتضربه يعني مع الاحترام للصور ماي لأنه معناته إحنا حياتنا واللي بقولك بقعد سنة واللي بقولك بقعد سنتين طب ما إحنا في السنة بيكون عنا كسوفين وخسوفين وبعد سنوات بيكون عنا ثلاث كسوفات وثلاث خسوفات فيعني كيف دو يقعد سنة يعني إحنا بنخلص من كسوف بخش وتراكموا على بعض ولا شو هذا دلال على أنه حساباتهم كلها تيجي من روسهم هذو الحافظين مش فاهمين عشان أنت تعرف التأثيرات بالضبط شو اللي بصير أو إمتى بتبدأ التأثيرات أول إشارة بتصير في المناخ تشعر أنه صار فيه تقلب بالمناخ عندك بشكل عنيف يعني يا حرارة زيادة يا غبار يا غيوم وأمطار يا إما بيصير حدث مش طبيعي حتى بالحيوانات اللي بربه الحيوانات رح يشعروا بهذا الشيء أنه بيبطل فيه تركيز عند الحيوانات وممكن يصير فيه نوع من أنواع أنه كأنه الحيوان دخل في حالة اكتئاب مش نشيط أو ما فيه تركيز أو عصبي جدا ممكن يصير يخرب بشكل عنيف جدا هذا كله هيك بتعرف أنت بدأت تأثيرات وهيك بتعرف أنها انتهت التأثيرات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين الشمس وبين أطارد هاي زاوية رح تكون يوم عشرين عشرة طبعا زاوية إيجابية بتعزز قدرتنا الفكرية بتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب بتعذر علينا فهمه بالفترة الماضية بعطي طبعا من بداية تأثير هاي الزاوية بتستمر تقريبا بحدود السبع أيام أو ثمان أيام رح نذكرها بأول بداية تأثيراتها بتزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية بتجلبنا الحيوية والنشاط بتزيد من قدراتنا العقلية هذا الاتصال مناسب للنجاح والامتحانات والنجاح الأدبي مشاريع حالية ما يجب علينا أن نركز على مجهودنا أو نركز مجهوداتنا على أهداف محددة برضو هذا الاتصال مناسب لا أمور كثيرة ولكن أمور السفر والعلاقات الصداقة أو الزوجية يعني شوي هاي بنا نكون حذرين فيها أو نركز بتفاصيلها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية جدا 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 راح تكون بين الشمس وبين بلوتو هاي الزاوية راح تكون يوم واحد وعشرين عشرة طبعا ليش بحكي جدا لأنه هذول كوكبين واحد إلو علاقة بالقرار والحكم والله الشمس والقيادة والتسلط والدكتاتورية والرؤساء أيضا وبلوتو اللي إلو علاقة بالحطم أو اللي بهدم عشان يبني من أول وجديد ففي هاي الفترة في كثير من الأشياء طبعا من بداية الزاوية ما راح أذكر أمتى بدايتها ولكن اللي بتابعوا للتوقعات اليومية لما تبدأ هاي الزاوية راح أذكر أنها بدأت وإمتى بتنتهي هاي الزاوية بتعزز التسلط عند البعض بحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين ولكن بدكوا تحسبوا عشان ما حدش يقول لك لا يعني هو ليش بدوش يحكي بدكوا تحسبوا أنه فيه تقريبا يعني تسع أيام قبل هاي الزاوية وتقريبا سبع أيام بعديها برضو في الفترة هاي بتثور أعمال العنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن بالدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوح حوادث عنيفة جدا مثل الحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبركين والتعرية وأيضا يعني أمور إلها علاقة بالتفجيرات أيضا والاغتيالات إيش التأثيرات على الأبراج يا سعيد ممكن أنك أنت تختصر لأنه في كثير أشخاص يعني ما بنتبه أني أنا مقطع الفيديو وعمل لهم فقرات وأنه كل برج لحال وأنه الأمور هاي يعني خلاص اللي بدي يسمع برج ويدخل يسمع بلاش وجع القلب فهذا البرم في ناس كثير يعني أنا كنت زمان خلاص قررت أني أوقفه ولكن عشان الناس هي اللي طلبتوا أنا بعملوا مش عشاني يعني أنا حافظوا والله حافظوا أنا بالنسبة لعلي بس في ناس هي اللي بتطلبوا بدا تفهموا فعشان هيك بشرحلهم إياه مش إلا أنت اسمع برجك وشكرا مع السلامة خلينا نشوف إيش التأثيرات بالنسبة طبعا تسمع برجك تسمع طالعك برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا زي ما حكينا بالبداية يمكن خوفنا شوي موليد برج الحمل أنه بكون مقابلهم تماما ولكن الآن هو رح يعطيهم يعني اللي هي الطاقة الإيجابية التعب العاطفي اللي كان يعانوا منه بالفترة الماضية أو المشاحنات هاي الفترة ممتازة جدا للمصالحات والتقارب العاطفي بشكل جيد جدا وممكن تطوير علاقة للارتباط أو الزواج أو الأمور هاي تبدأ كثير من المشاكل الفترة الماضية تبدأ هيك تختفي أو تنحسر أو تقدر أنك تسيطر عليها فعشان هيك منحكي أنه المرحلة هاي مرحلة عاطفية ومرحلة العلاقة بالشراك المالية والعاطفية بشكل كبير رح تجد نفسك مندفع لتعزيز علاقة عاطفية ودعمها أو تبدأ بعلاقة عاطفية خصوصا للأشخاص اللي بيسعوا للارتباط في بعض المواجهات المحتملة مع الشريك العاطفي ولكنها يعني بتكون معاتبات أو سوء تفاهم أو ضغط إلى آخر الشهر عشرة يعني شوي بتكون تضبطوا عصابكم لأنه ممكن أنها يعني يكون لها آثارها السلبية على الصعيد العملي برضو بتعمل أيضا على الدفع بمصالحك التشاركية للأمام ووضع خطط جديدة للعمل وبرضو تعطي المشاريع هيك أرضية صلبة وواضحة بعيدة عن الأخطاء برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا التأثيرات السلبية اللي رح تكون على موليد برج الثور إنه يعني وجود الشمس رح تكون في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل وبالصحة وهذا بأثر بشكل سلبي أيضا إن وجوده في برج هوائي بتحس إنه بدأ العمل يتراكم أكثر عاجز أحيانا عن القدرة على إنجازه في الوقت المطلوب ولكن رغم ذلك عندك قدرة بسبب طبيعتك الجريع والمتحدي بإمكانك إنك تصل أو تحقق إنجازاتك القوية عليك الانتباه لصحتك في هاي الفترة كثير من التوتر الصحي لا سيما الأمور اللي إلها علاقة بالغد الدرقية والأمور اللي إلها علاقة بالقولون العمود الفقاري أسفل الظهر هذولا بدك تركز عليهم بشكل جيد أول أمور الباطنية تحديدا يعني حاول قدر الإمكان تنتبه للوضع الصحي عاطفيا تجد إنك بتميل لفرض مشاعرك بالقوة أحيانا على الشريك العاطفي أو إنك بتكون كثير التطلبات حاول ضبط العصاب وإنك تسيطر على هاي النقطة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا وجود الشمس في بيت صديق وبيت خامس لايلك يعني رح يكون شهر مميز جدا مليء بالفرص المالية الكبيرة اللي ممكن تحصل عليها من مصادر مختلفة ممكن داعم مستحقات هبات هدايا حتى على الأمور العاطفية ممتاز جدا والتقرب من الشريك أو البدء بعلاقة عاطفية جديدة وعميقة ذات أهداف واضحة أو لتطويرها ممكن الفترة الماضية لأنك تعرضت بعض موليد برج الجوزة للخدلان أو انتهاء علاقة إنه هيتكون بصيص أمل بالنسبة لهم بتبدأ بالتلاشي خلال هذا الشهر باستطاعتك إنك تستفيد من الطاقة الإيجابية اللي تمتلكها والرغبة في الوصول لأي شيء بتريده على مختلف الأصعدي برضو بإمكانك على مستوى الهوايات والتجميل والأمور لها علاقة بالأبناء بتتعزز أكثر فأكثر بيبلش يرتاح بالك وممكن تفرح في أحد الأبناء أو برضو ممكن في فرحة كبيرة تدخل عليك خلال هذا الشهر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هذا الشهر رح يكون التركيز على البيت على العائلة على العقارات مناسب للقيام بكثير منه الأمور العقارية بيع وشراء واستئجار وأجار بيتي جديدة أو ديكور أو تصليحات أو أمور عائلية حتى وتصفية كثير من الأمور العالقة في هذا الشأن رح تجد نفسك ميال لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمسؤوليات والواجبات داخل المنزل رح تكون فترة فيها كثير من العلاقات الحميمية مع أفراد العائلة وممكن يصير في حدث أو خبر العلاقة بأحد أفراد العائلة سعيد جدا هذا بيعتمد على إدخال تغييرات جوهرية على نمط حياتك داخل المنزل إن كان فيه علاقات جيدة بأفراد العائلة برضو ممتازة وممكن شويه كيصير تركيز على المستوى العائلي والمناسبات العائلية والأحداث العائلية أكثر خلال هذا الشهر أهم مش إنك ما تتسرع بالحكم على شريك العاطفي وحاول إنك ما تأخذ بظاهر الأمور دون جوهرها برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد رح تجد نفسك في هذا الشهر مدفوع بقوة لتوطيد علاقاتك مع الإخوة والأخوات والجيران والنشاط والحركة والاتصالات بشكل كبير جدا والسفريات القصيرة أيضا رح يكون لك كثير أو عندك القدرة على الحضور بقوة بتحمل لك هاي الفترة يعني كثير من الطاقة اللي ممكن إنك هيك شوية تخف هاي المسؤوليات الملقاة على عاطقك بتكون مصدر لثقة بتحل كثير من المشاكل العالقة بين الآخرين بتظهر هيك يعني كمصلح اجتماعي نقدر نحكيها بتكثر عندك هاي الفترة الاتصالات اليومية الممتعة والرغبة في التواصل واللقاء ضمن أجواء إيجابية بتنشط بالتجارة أو الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التجارة بيستفيدوا بالتبادل التجاري الداخلي التجارة المحلية بتعزيز العلاقة مع الزبائن قدرتك على التسويق والإقناع فيه برضو خلال هذا الشهر لبعض موليد برج الأسد جوائز أو هدايا قادمة يعني من أكثر من اتجاه الطلاب اللي في المستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي والثانوي العامي بصغر عندهم رغبة أكثر للدراسة أو للتحاق بدورات تعليمية بتقدر تنجز كثير من الأمور عاطفياً فترة غنية جداً وممتعة بالنسبة لإلك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً الشمس الآن في بيت المال يعني بتمدك بالقدرة على تحصيل المال من مصادر مش مصدر واحد مختلفة ومتعددة أغلب المكاسب اللي بتكون للعذراء هي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم هدايا أشياء من هذا القبيل ولكن برضو في فرص مالية ما رح تقف عاجز أمام أي مشكلة مالية بتصادفك عند قدرة لإيجاد الحلول لإلها لكن بدك تنتبه من التبذير اللي يعني ما رح تستفيد منه إلا خسارة المال بتكون عندك القدرة على التأثير المالي فترة مناسبة للحصول على قروض أو تعامل مع المؤسسات المالية الكبيرة ضمن شروط واضحة تماماً بترضيك وبترضي الطرف الآخر ممكن يكون في عندك مشروع فكري أو أدبي بيقعد عليك بالشهرة والربح في هذه الفترة ممكن تقدم الكثير من الدعم المالي لشريكك العاطفي أو تطلق الكثير من الدعم المالي خلال هذا الشهر يعني الفرص المالية غنية ولكن عليك أنك تتحرك باتجاهها وتستغل الفرص برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً في البداية وقبل كل شيء كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله إنه بداية جديدة وتخفها الضغوطات اللي كانت ضغطيتكم بالفترة الماضية وكل ما إيجا تاريخ ميلاد واحد منكم معناته بدأت سنة الجديدة فعشان هيك بدك تصبر ما هي بلشت تخف الضغوطات ولكن تدريجياً لما يصل عيد ميلادك معناته بدأت الفترة الإيجابية القوية فإن شاء الله إنه يكون عام خير على الجميع طبعاً نقدر نقول إنه أنا الأوان للتخلص من الضغوط والمتاعب اللي رافقتك خلال الفترة الماضية مع دخول الشمس لبرجك بتشعر بقوة حضورك وقدرتك على اتخاذ القرارات الصائبة ودورك المهم في تحمل المسؤوليات الملقاة على عاطقك بشكل جدي هذه فترة إيجابية تماماً ممكن تقدم الدعم الكثير أو يجيك الدعم لكثير من الأصدقاء والمقربين منك معنوياً مادياً نفسياً جاذبيتك بتظهر بوضوح خلال هذا الشهر بتكون محطة الأنظار عاطفية ممكن تعمل على تدعيم علاقاتك العاطفية بالشريك بتحاول جاهد للقضاء كثير من الأوقات مع الأحبة أو تقرب من الأحبة وطاقتك ممتازة جداً برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بدهم يزعلوا مني ولكن مش بيدي مش أنا اللي بتحكم بالفلك الشمس وصلت لبيت المتاعب ولو رات تراجع كل سنة في هذه الفترة بتجد أنه هي أسوأ للأشهر لأنها ضاغطة عليك بشكل كبير لأنه الشمس موجود في بيت المتاعب وهي دورة سنوية عشان أختصر لك يا أعتبر هذا الشهر هو الغربال أو المصفاء اللي أنت راح تغرب السابق أو الماضي وتقول له مع السلامة وتعرف مين اللي بدك تقول له يعني أهلاً ولكم باك أو يعني أهلاً وسهلاً بدك تكمل معنا السنة الجاي فهاي مختصرها يعني عشان تتعرف الشمس في بيت المتاعب بتشكل ضغط كبير عليك في الكثير من الجوانب لاسية من صحية منها بتجد بعض العقبات المفاجئة اللي بتعكر مزاجك بتضغط على نفسيتك ولكن فيه إيجابيات بتحملها الشمس إلك هي بعض العروض المهمة اللي ممكن أنها تقدم إلك للتعاقد أو الارتباط بشركات أو مؤسسات كبيرة أو الدخول في مشاريع ذات أبعاد عميقة اللي بيشتغلوا في مجال الروحانية يعني بيستفيدوا من وجود الشمس في بيت المتاعب حاولوا التفكير بهدوء أكثر بعيدة عن الحساسية العاطفية ممكن الجاهر برغبتك الخفية لاسية ما في علاقاتك العاطفية أو الانتقال لمرحلة متقدمة في علاقاتك الحالية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتحملك الفترة القادمة هاي له ثلاثين يوم تقريبا والشمس موجود في بيت الصدقات والعلاقات الاجتماعية الرغبة في التعرف على أصدقاء جدد أو تدعيم علاقاتك بأصدقاء قدامى أو منقطعة العلاقة أو صلتك فيهم هيك فجأة ما تشوفهم إلا رجعوا على حياتك أو تبدأ بمعارف جديدة أو تستعين ببعض المعارف لحل بعض المسائل بتجد ظروف مواتي الاستفادة من هاي العلاقات أو اللي ممكن تدخل السرور على نفسك بما رح تحققه بالفترة القادمة ممكن تجد بين هؤلاء أشخاص بيحبوا التقرب لإلك لإقامة علاقة معاك منهم ممكن علاقة غير مشروعة حميمية غالبا بتكون مبنية على أساس ذات طابع فكري أو أدبي أو جمالي ركز على هاي النقاط لأن هاي اللي بتستفيد منها بتبحث في هاي الفترة عن الأنصار والداعمين لإلك في مختلف الأمور اليومية عاطفيا بتكون فترة مريحة نوعا ما وبتعيش أوقات رائعة جدا برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا الشمس رح تعطيك طاقة كبيرة بالقدرة على إظهار معدنك الحقيقي للآخرين بتبعد عنك الوشاية اللي نالت منك بالفترة الماضية أو اللي تآمروا عليك بالخفاء أو من وراء الكواليس الآن هاي الطاقة رح تكون بقوتها موجودة تدافع عن سمعتك تثبت انتصارك بالأدل الدامغة بهذا الموضوع بإمكانك أنك تسعى لتحسين صورتك أو تسعى للترقي في مكان عملك وعندك الفرصة للتحصيل على مكان مهم في محيطك العملي كثير من الأعداء والخصوم رح يتكشفوا خلال هذا الشهر بشكل يعني عنيف جدا كل أوراقهم رح تنكشف ولكن حاول أنك ما تبالغ في ردات فعلك عاطفيا هاي فترة لا تعتبر هي الفترة الأفضل ولكن ما بتمنع من وجود بعض الأجواء اللطيفة أو حتى يعني ليش لأنه هاي من النوادر النهات الصغيرة يعني مع أشخاص بكون الشمس موجودة في بيتهم العاشر هم قلة الأشخاص اللي بتكون أساساً الخارطة الفلكية بتدعمهم بشكل كبير اللي ممكن يرقبته من أشخاص مسؤولين أو وزراء أو أغنية أو أثرياء أو أشياء زي هيك وهاي يعني ما بنقدر نعممها على الجميع برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً إذا كنت بتسعى للسفر البعيد أو حابب أنك تهاجر أو حابب أنك أنت كن لك سفرات فهذا الشهر الأمثل والفترة الأنسب للقيام بذلك لأن هذا البيت التاسع اللي له علاقة بالسفر والهجرة والأمور هاي يعني بتقدر تبدأ بتقديم العاملات أو الطلبات بالفترة هاي بالتجهيز أو أوراقك المطلوبة منك اللي تكون الفترة ممتازة للبدء بهذا الأمور أو الأمور للأشخاص اللي بدهم يدرسوا جامعة أو يغيروا تخصصهم أو يلتحقوا بدورات تعليمية في هذا الشهر الأنسب برضو لهاي الأمور عندك كثير من الفرص الحقيقية خلال هذا الشهر لتحقيقها الشمس موجود في بيت السفر عندك بتدعمك بشكل كبير عندك الكثير من الاتصالات والعلاقات البعيدة وخصوصا مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد اللي بتساعد على ذلك هاي فترة مناسبة للتعاقد مع الجامعات الخارجية أو كمال دراستك الأكيديمية برضو للتجارة فترة مناسبة لعقد الصفقات التجارية اللي بتعود عليك بالأرباح الوفيرة عاطفيا برضو بتخدم لك يعني دعم حقيقي لإتمام مشروع خطبة أو زواج أو إقامة علاقة جديدة أو الدفع بعلاقتك الحالية للأمام بشكل أكبر يعني كثير من الفرص لازم تستغلها برج الحود بالنسبة لما وليد برج الحود طبعا الكثير من أحلامك وطموحاتك الكثيرة رح تجد طريقها خلال هذا الشهر للتحقق خصوصا اللي بيعملوا بشكل جيد في إيصال أفكارهم للآخرين لأنه هذا الشهر رح يدعمك بشكل كبير هذا البيت الثامن البيت العموال المشتركة بيت الغيبيات بيت الأمور المخفية بيت المواريث برضا يعني بكثير من المجالات اللي بتخص هذه الأمور خلال هذا الشهر إذا طالبت بحقك وحقوقك المشروعة ممكن تحصل عليها يعني أي شيء بتبذله باتجاه مشروع معين بصير واضح أكثر آآ اه في كثير من الفرص الحصول على موال مستحقة إما من شراكة أو زواج أو تعويضات حكومية أو خاصة أو ضريبة تأمين قروض كل الأمور هاي ممكن تقدم لك بشكل مفاجئ بعض العروض المهمة للشراكة أو ممكن تتخلص من قرض كان مرهق بالنسبة لك بالفترة الماضية إذا كان في بعض العروض المهمة لشراكة جديدة أو شركة جديدة ما تتأخر في الموافقة عليها عاطفياً يعني بتتوج مساعيك القديمة بنجاح مرضي ممكن تدخل السرور على قلبك لأنه بتبدأ مرحلة برضو ممتازة جداً على مستوى البيت والعائلة برضو الأجواء بتتحسن يعني هيك طلعت الشمس من مقابلك فبيخف الضغط عليك أكثر فأكثر طيب هيك إحنا منكون خلصناه من حلقتنا على الأخبار الفلكية ومنقول يعني آسف آسف إذا أنا شوي هيك إضغطت في بعض الكلمات أو يعني أعطيتك بعض المعلومات اللي أزعجت تبعين الطاقة الإيجابية والكلمات الإيجابية وشحنتنا بأشياء سلبية وخوفتنا مش عارف إيش أنا بحكي بكل تجرد ما عندي عداء شخصي معاك ولكن هذا الواقع ما رح أكذب عشان خاطرك يعني وفي النهاية ما أقول والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر